اشتركوا في القناة بجمهورية الهند الذي يزور المملكة حاليا رحب جلالة الملك المفدى بالضيف الزائر واستعرض معه علاقات الصداقة والتعاون الوثيقة الممتدة عبر التاريخ بين مملكة البحرين وجمهورية الهند وسبل توسيع عطر التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والسياحي بين البلدين بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين منوها جلالته بالعلاقات التجارية القديمة التي يتميز بها البلدان وبموقعهما الاستراتيجي كمعبر للتجارة العالمية مشيرا إلى أن حركة التبادل التجاري بين البلدين بدأت منذ بدايات القرن الماضي وازدهرت بفضل حرصهم على تنمية وتطوير هذا التعاون الوثيق واستذكر جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة الزيارة التاريخية الناجحة التي قام بها إلى جمهورية الهند عام 2014 وما حققته من نتائج همة والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم التي عززت من علاقات البلدين وتعاونهما المثمر في شتى المجالات مشيدا صاحب الجلالة حفظه الله بالدور الريادية الذي تتميز به جمهورية الهند الصديقة باعتبارها واحدة من أهم الاقتصادات المؤثرة على الصعيدين الأسيوي والعالمي والتي استطاعت أن تحقق العديد من النجاحات على كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والصناعية كما عرب جلالته عن تغديره واعتزازه بالإسهام المتواصل لأبناء الجلية الهندية ورجال الأعمال الهنود من ولاية كيرلا ومنذ سنوات طويلة في مسيرة النهضة والبناء والتطور في البلاد بما يخدم الاقتصاد الوطني وأشار العاهل المفدى خلال اللقاء إلى أن مملكة البحرين وعبر تاريخها العريق تعد نموذجا ناجحا يحتذا به في التسامح والتعايش وأنها تحتضن كل الديانات والمذاهب كأسرة واحدة مترابطة ومنفتحة على العالم وتمنى جلالته لجمهورية الهند وشعبها دوم الازدهار والرقي من جهته أعرب الوزير الأول لولاية كيرلا الهندية السيد بنراي فيغاين عن شكره وتغديره لجلالة الملك المفدى على دور جلالته وجهوده في تطوير العلاقات البحرينية الهندية وازدهارها وعلى ما تلقاه الجالية الهندية من رعاية واهتمام مشيدا بسياسة الانفتاح التي تنتهجها مملكة البحرين منذ عقود والتي أسهمت في تقدم المملكة ورقي شعبها متمنيا لعلاقات البلدين الصديقين كل التطور والنماء اشتركوا في القناة